عداً ساحة مواجهة جديدة بين الحكومة والتحالف فتصريحة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري لقناة بي بي أس الأمريكية لخصت الوضع المزري في هذه المدينة وضع خلفته أعمال العنف والاغتيالات والجريمة التي لم تتوقف في ظل عجز الحكومة عن القيام بدورها بسبب النفوذ الإماراتي المتحكم بكل شيء تقريباً وفقاً للوزير الميسري أوضح الميسري في تلك التصريحات أن الإمارات تتحكم بكل شيء في مدينة عدن من مطار وميناء ولا تسمح لأحد بالتحرف دون إذن منها حتى أنه وهو وزير الداخلية لا يمكنه دخول عدن دون إذن من الإمارات وزاد أن قال إنه ليس لديه سلطة على السجون التي تديرها القوات الإماراتية وتساءل بإزاء ذلك عن قيمته كوزير للداخلية في ظل هذا الوضع أثارت تصريحات وزير الداخلية الكثير من الجدل وردود الأفعال الغاضبة التي عبرت عنها وسائل إعلام وناشطون محسوبون على التحالف وهي ردود أثبتت صحة ووجاهة ما جاء في هذه التصريحات أكثر من دحضها أو التقليل من أهميتها وضع الوزير الميسري اليد على الجرح ليس أكثر فما يجري في العاصمة المؤقتة يعلمه الجميع ويكفي أن تشكيلات عسكرية وأمنية تجاهر بالعداء للسلطة الشرعية وترفع أعلام الانفصال وفقا للمراقبين صوت بالقدر نفسه من الحدة كان قد جاء من ممثل آخر للحكومة هو أحمد الصياد من دوب اليمن الدائم لدى اليونسكو الذي اعتبر في تصريحات لقناة الجزيرة أن هناك تناغما بين السعودية والإمارات وتوجها خفيا لتجزئة اليمن وجاءت تصريحاته تلك على خلفية الأزمة الحادة التي نشبت في محافظة أرخبيل سقطرة مؤخرا السفير الصياد اعتبر أيضا أن الوقت قد حان للجلوس مع دول التحالف لمعرفة ماذا يريدون في اليمن تصريحات سبقتها مواقف مماثلة لوزراء في الحكومة إبان الإنقلاب المسلح على الشرعية من جانب فصائل انفصالية مسلحة في عدن أواخر يناير الماضي تصريحات وضعت النقاط على الحروف فيما يخص سلوك التحالف في اليمن والأهم منه التغول الإماراتي في جسم الدولة اليمنية واستمرار الحضر المفروض على عودة الرئيس إلى عدن